استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايدال انهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة زفي حفتس مبعوث وزير خارجية دولة إسرائيل الخاص إلى دول الخليج العربي جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبو ظبي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في عدد من المجالات ومنها الصحة والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول خاصة وأن دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتصدران حاليا دول العالم على صعيد معدل توزيع لقاحات كوفيد-19 مقارنة بعدد السكان ترجمة نانسي قنقر